بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن نيوتريشان اند الفيش كواليتي علاقة التغذية بجودة الاسماك الاستزراع السمكي في مصر مصر بتحتل المركز السابع على مستوى العالم في الاستزراع السمكي وهي طبعا الاولى افريقيا في الاستزراع السمكي بتنتج واحد ونص مليون طن اوف فيش بالنسبة لاستزراع اسماك البولت النيلي اكبر دولة في العالم بتزرع البولت النيلي هي الصين بنسبة 51% تاني دولة على مستوى العالم في استزراع السمك البولت النيلي هي ايجيب بنسبة 16% خاصة طبعا محافظة قفر الشيخ هي بتنتج من 40% ل 50% من اسماك البولت النيلي على مستوى المحافظة على مستوى الجمهوري علاقة التغذية بالفيش كواليتي تغذية الاسماك العلف اللي بيأكلوا السمك ليه تأثير على الكالر بتاع السمك اللون بتاع السمك الشكل العام للسمكة السمكة اهم حاجة طبعا بتاعت السمك او الكومبوزيشن الكومبوزيشن برضو التغذية لها علاقة بالشيلف لايف والستوريش بتاع السمك زي ما هنقول دلوقتي وطبعا الليفل اوف كونتامينات لو فيه اي كونتاميناتشن للفيد بهيفي ميتالز مثلا او دايوكسين ده مخطط بيبين تأثير التغذية على جودة الاسماك عندها النيوتريشن والفيدينج والفيد سطاف الجينيتيك برضو بتأثر الفارمن كونديشن السلوترينج والهاندلينج كل الحاجات ديات بتأثر على الكيميكال كومبوزيشن بتاع السمك الكيميكال كومبوزيشن هل بورتين هو مستوى مناسب ولا قليل في السمكة ولا عالي في السمكة مستوى الدهن في السمك هل فيه اكسيسف دي بوزيشن للليبتز ولا نورمال ليفل للليبتز برضو الفيزيكال الفيزيكال استراكشور الفيلت هل فيه هتحفظ السمكة الفترة طويلة ولا ما فيش الحاجات الفيزيكال بقى زي 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 الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده النوتروشنال الفيش يطرق ايه هي اهمية السمك بالنسبة للهيومان اهمية السمك بالنسبة للهيومان الجودة التغذية بالنسبة للسمك اول حاجة الاسمك بتعتبر اكسلنت سورس اوف بروتين و اسسينشل امينو اصد سورس اوف فيش اويل سورس اوف فات سولوبل فيتامين اول حاجة انا اخدها في تغذية الاسمك وعلاقتها بجودة الاسمك الانرجي مستوى الانرجي في الضايت الانرجي بتعتبر هي طبعا الانرجي بتيجي من حرق الجلوكوز والفاتي اسدز والاماينو اسدز اي مادة كيميائية فيها كاربون بتدي انرجي الجرام من الدهون بيدي تسعة واربعة واربعين من مية كيلو كالوري الجرام بروتين بيدي خمسة اربعة وستين كيلو كالوري الجرام كاربوهدريت بيدي اربعة وحداشر من مية كيلو كالوري طبعا الليبز بتدي انرجي ازد من البروتين وكاربوهدريت على اساس ان الفاتي اسيدز بيبقى فيها مور كاربون زين البروتين وور كاربوهيدرات لما اجي اقارن السمك باللاند انيمالز اقارن السمك باللاند انيمالز من حيث احتياجه للطاقة بلا ان السمك بيحتاج طاقة اقل من اللاند انيمالز لتلات اسبقى اول حاجة ان السمك دوت درجة حرارة جسمه بياخد درجة حرارة المية من زي الحيوانات تاني حاجة ان السمك بيحتاج طاقة اقل للحركة تالت حاجة ان السمك بيتخلص من البروتين على هيئة امونيا بيتخلص من البروتين على هيئة امونيا فمش بيحتاج طاقة كتير لتحويل الامونيا ديت الى يوريا زي ما هو في الرومنانت او تحويلها اليوريك اسد زي ما هو في الفراخ او تحويلها اليوريا ويوريك اسد زي في الهيومان فالسمك بيتخلص من البروتين الزيادة عن جسمه بسهولة بتخلص من البروتين بسهولة مش بيحتاج طبعا احنا بنهتم بسمكة التلابية لان احنا قلنا مصر تعتبر الاولى افريقيا في استزراع السمك التلابية وبتعتبر التانية على مستوى العالم في استزراع سمك التلابية وخاصة محافظتنا محافظة كفر الشيخ لها باع كبير يعني في الاستزراع السمكي اللي اسمك البولت النيلي التخزيه بقى لما اجي اعمل العلف بتاع السمك بتكون الطاقة في قد تكون الطاقة في من الفان وتسعمية لتلات تلاف كيلو كالوري كل كيلو جرام ضايت كل كيلو جرام ضايت تكون الطاقة من الفين وتسعمائل تلات تلات تلاف كيلو كيلو كيلو. دايما وانا بعمل العلف باخد في بالي ان يبقى فيه توازن ما بين البورتين وما بين الانيرجي. لازم يكون فيه توازن ما بين البروتين وما بين الانيرجي. طيب هناخد الانيرجي ديفيشنسي. الانيرجي ديفيشنسي ديفيشنسي زي ما احنا قلنا الانيرجي هي الفاول والانيرجي هامة جدا هامة جدا علشان آآ تبدأ تتشبك مع بعضها على مستوى السيلز وديبدأ يتكون مص البروتين الانيرجي لازم تكون موجودة آآ عند البروتين يبقى البروتين لو فيه نقص في الانيرجي ايه اللي بيحصل بقى بيبدأ السمك عايزة يحصل على الانيرجي آآ فبيبدأ يكسر البروتين يبقى لو فيه نقص في الطاقة فيه نقص في الطاقة بيبدأ الجسم يكسر البروتين للحصول على الاي على الطاقة ودي طبعا خسارة اقتصادية لان البروتين اغلى من الايه اغلى من الانيرجي البروتين اغلى من الانيرجي الضايت لو هي فيها زيادة انيرجي الضايت كونتينينج اكسس اوف انيرجي اول حاجة بيحصل الريديوس لفيد كونسومشن بيقل لفيد انتك لما بيقل لفيد انتك بيقل لما بيقل لفيد انتك بيقل لفيد انتك زي البروتين المنرالز الفيتامينز تاني حاجة من زيادة الانيرجي بدل ما يتكون بروتين في المسلز بيبدأ يحصل للفات في الجسم يبدأ يحصل فات سواء كان في الابدومين او اه حوالين اه او في المسلز حتى بيبدأ يزيد تركيز الدهون في المسلز بتاعة السمكة طبعا لما تزيد الدهون في المسلز بتاعة السمكة دي اللي هتأثير على الكواليتي بتاع السمكة هتلاقي برضو بتاع السمكة لو هي فها دهون كتير بتاع السمكة ممكن تكون معرضة للرنسيدي اكتر اكتر فلازم اخد بالي ان يبقى فيه توازن ما بين البروتين والانيرجي اه ده هيبقى ليه تأثير على نمو السمكة ليه تأثير على نمو السمكة وفي نفس الوقت ليه تأثير على الماركتينج بتاع السمكة بعد كده بتاع السمكة بتاع جسم السمكة يبقى لو قلنا انه صوفت 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 ايه هي هو ممكن زيادة الدهون في الضيط اه ليبيتز هيحصل دي بوزيشن ليه اه مور فات في المسلز ويبقى الجسم مور صوفت مور لايابول ليه الاكسيداتف اه استرس اه ديورنج الماركتينج طبعا من الحاجات برضو اللي هي الخسائر اه التانية ان الليبيتز عشان تتكون في الجسم بتحتاج لطاقة اعلى من البروتين الليبيتز كونسيوم مور انيرجي تو بي زان البروتين فدايما السمك اه مع زيادة عمره بيبدأ يستهلك علف كتير وفي نفس الوقت اه بتلاقي اقل من ان السمكة تكون بروتين. اقل من ان السمكة تكون بروتين. ده الاوبتمام بروتين انيرجي ريشيو. ده طبعا الريفرانس ليه اخر اصدار للن ارسي 2011. اي بالنسبة لسمكة التلابية لو عامله في الضيط اخد بالك ان ده دايجيستابل بروتين مش كروت بروتين. تلاتين في المية يكون الديجيستابل انيرجي في حدود الفين وتسعمائة كيلو كالوري. ده مسلا عند وزن سمك التلابية يكون خمسين جرام. باخد بالي من الريشيو دايجيستابل بروتين على الديجيستابل انيرجي. دايجيستابل بروتين بالجرام. وديجيستابل انيرجي بتكون بالميجا كالوري دايجيستابل انيرجي. عشان احسب الريشيو اللي يمنة اربعة وتمانين لمية وتسعة. هنقوله هنحسبها ازاي دلوقتي. احنا دلوقتي اللي احتياجات بتاعت السمكة اللي هي الخمسين جرام ديت. قلنا تلاتين في المية دايجيستابول اي? تلاتين في المية دايجيستابول اي بروتين. التلاتين في المية ديت معناها ان هم تلاتين جرام للميت جرام. اكل. تلاتين جرام في ميت جرام اكل. طب لو قلنا في الكيلو جرام. عبة تلتميت جرام في الكيلو جرام علف. يبقى العلف بتاع سمك التلابية دلوقتي فيه بروتين قد ايه? صاف في بروتين تلتميت جرام في كل كيلو جرام علف. نيجو نشوفه بقى الانرجي. نيجو نشوفه الانرجي. المفروض الانرجي هيبقى الفين وتسومات كيلو كالوري. طب لو انا عايزها بالميجا كلوري هيا سمع لألف. هيا سمع لأيه? هيا سمع لألف. يبقى كيلو جرام علف سمك دلوقتي هيا بتحبيا في اديه ميجا كالوري. هيبقى فيه اتنين وتسعة من عشرة ايه? ميجا كالوري اتنين وتسعة من عشرة. طبا عايز اجيب ما بين ودجست ابل انيرجي. بالجرام لكل ليجا كالوري. احنا قلنا الكلو في كام جرام بروتين? تلتميت جرام. طب الكيلو في كم ميجا كالوري? في تنين وتسعة من عشرة. ميجا كالوري. ميجا كالوري. يبقى اقسم تلتمية على تنين وتسعة من عشر. لما اقسم البروتين الجرام على الانيرجي بالميجا كالوري. يكون النورمال ريشيو تكون النورمال ريشيو اربعة وتمانين لمية وخمسة. تكون النورمال ريشيو من اربعة وتمانين لمية وخمسة. ده رينج واسع ما هو شديق. بيديك مساحة ان انت تعرف تعمل ان انت تعمل يكون البروتين والانيرجي معاك بالمستوى الطبيعي. بالنسبة لسمك التلابي. طبعا السمك المبروك هو مش زي النايل تلابيا. النايل تلابيا اومنفرس فش. اومنفرس فش. هي هو سمكة الكات فش سمك الاراميت. الاتنين ورايبين من بعض في التغذية. تابع اه فش. اه سمك الكات فش بيحتاج بروتين اقل من سمكة التلابيا تمانية وعشرين. تمانية وعشرين. ومحتاج طاقة برضه اقل من سمك التلابيا الفين وتمانية كيلو كيلو. يباحنا دلوقتي عشان نلخص الانيرجي عشان نلخص الانيرجي دايما باخد في بالي اهمية الانيرجي ديت ايه للسمك? طيب لو نقصت الانيرجي ايه المشاكل اللي هترتب عليها? لو زادت الانيرجي ايه المشكلة? النور مريش وما بين البروتين وما بين الايه. بعد كده كروت بروتين زي ما احنا واخدين اه هو عبارة عن الناترجن مالتبلايت باي ستة ورب كروت بروتين عبارة عن الناترجن مالتبلايت باي ستة ورب عند عشرين عشرين اه. العشرين دولت منهم عشرة وعشرة عشرة وعشرة هم القدران بتاعة. طبعا دخلها في الانزيمز بتاعة الهضم والانزيمز بتاع الميتابوليزم دخلها في هرمونز دخلها في دخلها في يبقى في علاقة ما بين البروتين وما بين المناعة في علاقة وبين البروتين وبين المناعة. برضو الانيرجي مهمة جدا للخلايا المناعية. سمكة التلابية ده بروتين بقى بروتين خاء. السمك لو هو بيتراوح ما بين اربعتاشر لخمسين جرام. المفروض الكروت بروتين يكون خمسة وثلاثين في المية. لو ما بين خمسين لمية جرام يكون تلاتين في المية. ازياد من مية جرام بيكون خمسة وعشرين في المية كروت بروتين. اغلب المصانع عندنا في كفر الشيخ بتعمل خمسة وعشرين في المية بروتين. واثنين وتلاتين في المية بروتين. اغلب العلف اللي بيجينا هنا في المعمل نحللوه مصانع الاسمات بيجي تلت اصناف او اربع اصناف من العلف من حيث البروتين بتلاقي فيه علف طالع خمسة وعشرين في المية بروتين ده سمك كبير ازد من ميت جرام بتلاقي فيه علف اتنين وتلاتين في المية اتنين وتلاتين في المية اه بروتين بتلاقي فيه علف طالع تمانية وعشرين في المية بروتين. آآ عرف طالح خمسة وتلاتين في النية بروتين. ده لحسب عمر السمكة وحسب وزن للسمكة. طبعا كل ما زاد بونط البروتين كل ما زاد السعر بتاع العرف البروتين. لسمكة التلابية برضو. عند اللايسين اللايسين يكون خمسة واثناشر من مية في المية من الكروت بروتين. خمسة واثناشر من المية في المية من الكروت بروتين. مش من الضايت. من الكروت بروتين. المساوينين بيكون اتنين وتمانية وستين من مية في المية من الكروت بروتين. لو جانا نحسب بقى من الضايت اللايسين بوى خمسة واثناشر من مية. هنفترض ان عرف السمك دوت. عرف السمك دو خمسة وتلاتين في المية بروتين. يبقى انا هضرب خمسة واثناشر من مية في خمسة من مية. يطلع تقريبا واحد وثمانية من عشر. لو كروت بروتين خمسة وتلاثين. طيب لو كروت بروتين اتنين وتلاثين. لو كروت بروتين اثنين وتلاثين في المية عبى خمسة و捕ناشر من مية واضربها في اتنين وتلاثين من مية اللي هو بتاع الآية العلب يطلع واحد وتلاثة وستان من مية. لو انت عيس تحسب على اساس كبرسنتج اف ضايت. على اساس بتضرب نسبة اللايسين اللي موجودة عندك في الجدول دي في نسبة البروتين اللي موجودة في كذلك المساوينين. لو عندك المساوينين لو اه فيها اه اتنين وتلاتين في المية بروتين هتضرب اتنين وتمانية وستين من مية في اتنين وتلاتين من مية يطلع المساوينين تقريبا ستة وتمانين من مية. اما لو خمسة وعشرين لو جانا نحسب العلف دوت خمسة وعشرين في المية بروتين وعايز اللايسين اقدي والمساوينين اقديه هتضرب خمسة واتناشر من مية اللايسين في خمسة وعشرين من مية. يطلع اللايسين واحد وتمانية وعشرين من مية في المية تقريبا. طيب لو عايز احسب المساوينين اتنين وتمانية وستين من مية في اه خمسة وعشرين من مية اطلع سبعة وستين من مية تقريبا. وهكذا. يبقى هنا في الجدوة اللي هنا هسيب لك كبرسنتيج لازم اخد بالي. هناخد اول حاجة السمك زي ما قلنا هو هام جدا للهيومان وانه يعتبر السمك بيحتاجه في العلف وفي نفس الوقت هو ميزة في بروتين السمك ان هو يكون في اللايسين داخل في الميتابوليزم داخل في الميتابوليزم بتاع الكارنتين والكارنتين بالميتايل ترانسفريز الكارنتين بالميتايل ترانسفريز هام جدا للأكسيديشن في الميتو كوندريا والحصول على طاقة عالية في الميتو كوندريا. اللايسين موجود كوميرشيلي على هيئة اللايسين بيبقى فيه تقريبا اللايسين سبعين في الميت. الميساينين ميساينين فيه حاجة مسموها الميساينين او شبيه الميساينين اللي هو الهايدروكسي ميسايل سايوبيوتانوريك اسيد او يسموه الهايدروكسي مساينين بيبقى فيه مساينين بنسبة خمسة وسبعين لتمانين فى النائق. طب من الامتصاصه احسن هل الدي ال مساونين ولا الهايدروكس مساونين? لا wishes احسن من هيدروكس مساونين. الهايدروكس مساونين بتاعته تقريبا من خمسة وسبعين لتمانين فى النمائة. بالنسبة على السمكة بقه. لو فيه نقص للفي صين المساعونين ايه هي المشاكل اللي بتظهر على السمت? اول حاجة بيحصل في بيحصل في المساعينين. اه بتاني المساعينين بيعمل اي كاتراكت. بيعمل اي كاتراكت. اه اتنين لتلاتة منصز. دايما الكاتراكت بتظهر بعد اه يعني اللي انت هتلاحز على السمك الاول ان بتاعه قليل. بتاعه قليل. بتاعه قليل. بتاعته سيئة. عالية يعني. اه انما بعد اتنين لتلاتة يبدأ يظهر اعراض بها اه للدزيز. زي الاي كاتراكت. الديفيشنس اللي برضو بيعمل اي كاتراكت. وبيعمل بيعمل بيعمل زي السكوليوزيس. السكوليوزيس. السكوليوزيس هو السكوليوزيس داخل في السيروتونين. اللي هو الديفيشنس اللي بيعمل سكوليوزيس. بيعمل سكوليوزيس. طبعا دي من الحاجات اللي بتأثر على الفيش كواليتي. يبقى الفيش كواليتي. اه اخدنا ان ان بتاعة السمكة تكون وقلنا الاسباب بتاعها. اه اخدنا تاني حاجة هوات ان في حاجة اسمها اللي هو هتلاقي انحناء في العمود الفقر بتاع السمكة. ناحية اللاترال. فده كله هيأثر على بتاع السمكة والكواليتي بتاعت السمكة بعد جدا. بالنسبة في تغذية الاسماك في تغذية الاسماك بتاع هي بتعتبر لان اللي بتدي طاقة. اكتر من الكاربوهيدرات واكتر من البروتين ماراتين وربع. اه الفوسفوليبتز بتبقى داخلها في كالخلايا. برضو اللي بز هامة جدا لامتصاص الفات والفيتامينز. الاي والدي والاي والك. اه بعض اللي بيبقى الهرمون زي الاستروجين والبروجسترون. اه برضو البروستا جلاندين. اه اللي بز برضو بفيه اه بتستخدم في الاكسوتروديد فيد. بتستخدم في الاكسوتروديد فيد ان هي تحيط الاكسوتروديد فيد. بتساعد في ان العلف يكون طافي. زي بالاتابيلتي والابيرانس وفش. بتساعد ان العلف يكون طافي. وطبعا بيبقى لها بالاتابيلتي بيبقى لها بالاتابيلتي للسمك. عند اتنين اه فاتي اسيد. اه اللين ولينك فاتي اسيد. واللين ولينك فاتي اسيد وده اه امجة سري فاتي اسيد. والحاجات دي انا شرحتها بالتفصيل في اه السكش. لان السمك مش بيقدر يكونه. لازم يكون موجود في العلف. فيش اويل بروفايدز اه طبعا الفيش اويل له مميزات عن الفيش اويلز. بيبقى له فيش اوضر بيزود البلاتابيلة لللاكل. الصوبين اويل بيبقى في الامجة سكس فاتي اسيد اللي ولين ولينك فاتي اسيد. اللين سيد اويل بيبقى في الامجة سريه فاتي اسيد اللي ولين ولينك فاتي اسيد. البالم اويل بيبقى في في فيتامين اي. البالم اويل ببريتش في الوليك اسد. اللي هو الامجة ماين. في فيتامين اي. وينهانس في الفش. الامجة يعني ايه كان دوت. الامجة بيتبقى موور فليودي. بتبقى موور فليكسابول. بتبقى موجودة في بيسهل آآ نقل الى الخلية ويسهل برضو نقل الى الاكسكريتوري. النايل التلابية احتياجها بتحتاج امجة سكس فات اسد بنسبة واحد في المية اللي ينولك فات اسد. ماشي بتحتاج واحد في المية اللي ينولك فات اسد. يبسمك التلابية لو ان استخدمت زيت صوية هتاخد احتياجها من الفات اسد. لكن لامجة سري فات اسد زي في العلف بتاع النايل التلابية. هيبقى له ليه تأثير تاني ليه انتي انفلاماترو ايفكت. ليه انتي انفلاماترو ايفكت. ده مخطط اوات بيبين تحت رسمة اللون الاسود ده خالص ده اللي ينولك فات اسد. اللي فيه تمنتاشر كربونا. وفيه اتنين دابل بوند. اول دابل عند الكربونا رقم ستة من الميسايل جروب. اه تاني واحد اللي فيه تمنتاشر كربونا. اومجة سري فات اسد. فيه تلاتة دابل بوند. اه بعد كده اللي ينولك واللين ولينك بيديني الاراشدونك فات اسد. اللي هو تالت واحد اللي انققت دوت. اللي فيه عشرين كربونا. اه فيه اربعة ستة دي يعني اوميجا سیکس. اه فيه عشرين كربونا. فيه اربع دابل بوند. ده اراشدونك فات اسد. بيجي من اللي ينولك فات اسد. داخل الجسم السمكة السمكة فيها دي ساتيوريز انزيم ويلونجيز انزيم. الونجيز انزيم يعني بيزود اتنين كربونة ودي ساتيوريز انزيم بيعمل اتنين دابل بوند زيادة فبيكون اراشدونك من لينولك فاتي اسيدز. بعد كده اللي تحت على يدك الشمال عشرين كربونة آآ امجة في خمسة دابل بوند. عشرين كربونة في خمسة دابل بوند. امجة سري فاتي اسيدز. ده اللي هو اللي احنا نسموه دي شرحتها في السكش بالتفصيل اخر فاتي اسيدز اللي هو ده في ستة دابل بوند. وهنا المخطط من الريتش في كل فاتي اسيدز. اللي هو زيت الزيتون. هتلاقيه في زيت الزيتون. آآ نسبة اللي فيه قليلة. وزيت الزيتون معروف ان هو فيه مواش موجود هنا. اللي فيه تمنتاشر كربونة. وان دابل بوند بس. وامجة ناين. اومجة ناين. اول دابل بوند عندك كربونة رقم تسعة من المسايل جروه. طبعا زيت الزيتون ده من الحاجات اللي هي ممتازة جدا للهيومن. لان الاوليك اسيدز الاوليك اسيدز بيساعد الانسولين في العمل بتاعه. بيساعد الانسولين في العمل آآ بتاعه. آآ فمهم جدا لمرضة السكر خاصة زيت الزيتون. يعني بيحفز آآ ان الانسولين يمسك في بتاعته على آآ الخلية. اما عندنا زيت الكتانة والزيت الحار. زيت الكتانة والزيت الحار هتلاقي اعلى حاجة فيها هوات. اللي هو اللينو اللينيك فاتي اسيدز. اللي هو اومجة سري فاتي اسيدز. لو فيه ديفيشنسي من بيحصل فيه دي كريز لجروس لان دي كريز لجروس دي كريز لف سي ار فيه بتاع له معناه ان السمك بيأكل كتير انما الوزن بتاعه ليين فين روت مايو كاردايتز. كريز مورتاليتي. بيل وسوولن ليفر. وفاتي ليفر. يبقى الاسينشل فاتي اسيدز. يبقى فيه دي كريز لجروس. كريز لف سي ار. فين روت. هتلاقي فيه تأكل في الزعنف. فيه مايو كاردايتز. مايو كاردايتز. كريز مورتاليتي وبيل سوولن ليفر وفاتي ليفر خاصاتها للفوسفوليبيدز. بتاع الفوسفوليبيدز بتلاقي فيه فاتي ليفر. لان الفوسفوليبيدز المفروض ان هي تساعد في تكوين اللايبو بروتين. آآ في حالة الفوسفوليبيدز بيبدأ يحصل تبدأ تتراكم داخل الهيبات وصيط وتعمل فاتي ليفر. دي مقارنة ما بين الامجا سيكس والامجا سري فاتي اسيدز فيه الاويلز المختلفة. آآ فيش اويل اهوات الفيش اويل بيباردش في الامجا سري فاتي اسيدز. الكنولا. دي وما بين الامجا سيكس والامجا سري فاتي اسيدز. الكنولا بيبقى فيها عشرين اومجا سيكس. اتناشر اومجا سري. الزيتو الدرقة اللي احنا كل الهيومن بيستخدموه. كل اومجا سيكس اوات فيه اومجا سيكس فاتي اسيدز بنسبة تمانية وخمسين في المية. اومجا سري مش مكمل واحد في المية. زيتو الدرقة. اللي هو زيت الحار على العكس بقى. زيت الحار. بيبقى فيه اومجا سري فاتي اسيدز بنسبة تلاتة وخمسين في المية. اما اومجا سيكس بتبقى تقريبا تلاتتاشر في المية. زيت الصوية اللي هو مشهور في عرف الفراخ. زيت الصوية بيبقى وخمسين في المية. اومجا سيكس. ويبقى سبعة في المية تقريبا اومجا سري. بزيت الصوية للهيومن احسن من زيتو الدرقة. زيت الصوية للهيومن احسن من زيتو الدرقة. يعني في اومجا سري اكتر من زيتو درقة. الاكسيدياتف استابيليتي الاكسيدياتف استابيليتي دي همه جدا للفيش كواليتي. همه جدا للفيش كواليتي. ليه بقى? آآ لان المفروض اول ما السمك آآ يعني بيعملو ماركتنج. اول ما السمك عملو ماركتنج. العد التنازل بتاعه بيبدأ آآ يقل. دايما اللحم بتاع السمك في حاجات حاجات آآ بتعمل الخلية. وفي نفس الوقت ممكن تلاقي فيه بعض طب يا طرق ايبقى فيه سمك آآ فيه بالنسبة للسمك ولا ما فيش ستابيليتي.ó أكسيديتف اسري ايميجور كواليتي برو Restaurant. Laser� فصل وحصل رنسل ليميت في السمكة. هتلاقي فيه راحة ترانسي فيه. طبعا ديت بتقلل بتقلل ماشي? بتلاقي السمكة بدأت تبقى صوفت. والكالر بدأ السمك داي يدي اللون. في الفيش تيشوز زي ما انا قلت آآ زرار آآ زير زير. زر iam bar. زر is a number ofนاتشرالي. بريزنت كنبونات ذات كان سير فاز برو اكسيدنت. ان هي ممكن تعمل خلية زي المنرالس اللي موجودة في السمكة. زي المنرالس موجودة في السمكة. وزي الهومجلوبين اللي موجودة في السمكة ده كلها ايه ايه زي الفاتي ازد نفسه اللي موجود في قدار السمكة. لو هوا فقط هيدروجين هيبقى هيبقى في راديكالز هيبقى في راديكالز. اما الانتيوكسيدانت اللي موجودة في جسم السمكة زي مثل الفا توكوفيرول. زي الكاروتين بيتا كاروتين. او فيتامين ايه. دي السمكة وهي عايشة بقى. ايه هي بالنسبة للعلف. في العلف. اول حاجة ان ده يكون في الدهون. لو العلف دا موجود في منه للهوى ومنه للشمس للأكسجين واللايت. ان العلف دا ما علوش زي فيتامين ايه او زي او زي او زي او ان العلف دا مر كل فترة طويلة اللونج ستوريش. بديه الريزك فاكتور اللي رانسنت. الكيميكال دي دي جريديشن بروداكت او الفري راديكالز. اللي ممكن تعمل الوكسيديشن للليبت. ممكن تلاقي فيه بروكسايد هيدرو بروكسايد الديهيد كيتونز. الحاجات دي هي ترياكت وز فيتامين وبروتين واثالليبتز الوكسيديشن. ده انزيم بيبقى موجود في الروس هو يبين. وبيبقى موجود في الرجاعة. يعني بيبقى في انزيم ذات نفسه موجود في الفيت. اول ما تطحن الاكل يبدأ الانزيم ده هو تتفاعل مع الدهون اللي موجودة في الاكل. الهيم كومباوند. الهيم كومباوند سويا كان مايو جلوبين او هيمو جلوبين. ده طبعا بيبقى موجود في الانيمال بروتين سابلمنت. موجود في الانيمال بروتين سابلمنت. وبيبقى له برو اكسدانت افكت. بيروكسايدز. بيروكسايدز بتبقى موجودة اكتر في الزيوت اللي استخدمت قبل كده. يا لو واحد مستخدم في العلف زيت رجوع. من آآ قبل كده. الزيوت استخدمت الزيوت دي بيبقى لونها بني لون اصمر اتحرقت قبل كده. تلاقي فابيروكسايدز كتير. فابيروكسايدز ايه? كتير. اول الزيت ما يبدأ يا جماع لون وكده يدي لون بني ولا لون اسويد. تلاقي فابيروكسايدز كتير. طبعا الزيت زي ما قلنا العلف يكون موجود في الشمس منه للشمس. العلف ده فيه حديد كتير ونحاس كتير ومانجنز كتير وزنك كتير. لو الزيت اللي في العلف ده مزنخ ايه التأثير على السمك? بيبدا يحصل ممكن يحصل اللي هو وده برضو من وده من الحاجات اللي هتأثر على الفيش كواليتي. تلاقي في اكزوفسالمية. ممكن تلاقي في اوديما. ابدو من السويلينج السايتس. تيجي التأثير على الكبت. اي كاتراكت. في الليفر. يبدا البيروكسايدز دي هتأثر على خلايا الانتستين. وهتأثر على خلايا الليفر وهتأثر على خلايا الهارت. اثرت على خلايا الليفر. الليفر بقى لونه من الكونجيشن اللي فيه. برضو الليفر ما عادش بيفرز البروتين. القلب من بروتين كويس اللي هو مسؤول عن فبدأ يحصل قديمة وبدأ يحصل في البطن بتاع السمكة. وده الحاجات كلها بتأثر على الكواليتي بتاعت السمكة. يبدا احنا دلوقتي بتأثر على الكواليتي بتاعت السمكة. السمكة دي هي تهيبة دلوقتي فيها الصيتس. فاس تسكى في بطنها. تفتح السمكة تلاقي في مية في بطنها. السمكة اه يعني غير مستصغى خالص للهيومة. طبعا باستخدم حاجات في العلف. زي الا الفا توكوفيرول. اه استخدهم مسلا من نسبة خمسين لمية ميلي جرام لكل كيلو جرام ضايت. بنا اعمل سبليمنتيشن لالفا توكوفيرول. افويد اللونج ستورج اففيد انجريديانت. افويد دايركت اكسبوجر للسان لايت. افويد اكسس اوف موتشو. هنكتفي ان شاء الله لحد اه 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 استرس او لكسديشن الف ليتز. on اكمل ان شاء الله المحاضرة الجايب يا له. لو حدي ليه اسئلة واستفسارات اه اه بالنسبة لي محاضرة ديك. يعلق بكم منت احنا ان شاء الله نرد عليك. او يسأل في السكشن واحنا ان شاء الله نجاوبك. كل سنة انطو طيبين. ونتقبل ان شاء الله يوم الاتنين في السكشن على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.